في سياق آخر شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المحاضرة التي استضافها مجلس البطين بعنوان العزيم الصادقة الإلهام الحقيقي في علم النجاح والتي ألقتها الدكتورة أنجيلا داكروث أستاذة علم النفس في جامعة بنسلفانيا وأشادت داكروث بالفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير منظومة التعليم في الإمارات مشيرة إلى أن المظلة الموحدة للمناهج والأنظمة التعليمية في الدولة يمكن أن تشكل عاملا حاسما في تسريع وثيرة تطوير التعليم وتعميم التجارب الإيجابية